السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي هذا اليوم ان شاء الله نقدم احد الحلقة المهمة مهمة بزاف وهي في الحقيقة حصلية على القناة دي دو سامودي هاد الحلقة كتتكلم على الأنثى يعني الأم الأم دي الألانب اللي وصل عليها للشهر يعني و كتنفر أولادها قبل من الوقت و احنا يخصنا نستفدو من هاد الفيطان الاخر رمق يعني دي الحالي يعني خصا نقوى الخصاس قتردى تل تل تلاتينيوم احنا كيفاشا الطريقة غادي نديرو كينا واحد طريقة مبتكاري وهي خصنا نعودو الصغار على انهم اول حاجة خصنا نبعدوها على الصغار دياله كما كنت شوفوا وراء واحد السلك راء فاصل بيناتهم يعني انتوما هي الفيطان مخصمش يبعدو في خطراء على الأم ديالهم ولكن يخليوهم فاصل بيناتهم واحد السلك باش يتونسوا مع الأم ديالهم سمو غادي نديرو انتوما كما كتلاحظوها ما راء كيشموا فمهم ولكن احنا يخصنا احنا لنتحكموا في الرضاعة ديالهم يعني هالطريقة هذي رأني دايرها و جربتها بشحن من خلفها وصدقت هيا اسمو هي هي خصنا احنا يلي نتحكموا في الرضاعة ديال الأم ماشي نخليوها هي اللي تدخول عند الصغار ديالها وتردعهم هالطريقة خصنا نديرو اول حاجة نعودو الأم على وحد لوقيتها اللي غادي تردع فيها يعني ماشي نقولوا صافي نشدو الأم ونجيبوها عند الصغار نديرو واحدة ربعات المرات ولا خمسات المرات لا الجوج أسابيع اللولة حاولوا انكم تقا تحيدوها وتردوها ماشي مشكلة ولكن خاصة العدد ديال المرات ديال الرضاعة ستكون ثلاثة المرات في النهر يعني في الصباح وقيتها ديال الظاهرة وفي الليل صافي الليل حيدوها على الصغار ديالها وخليوها تبات بوحدة بش ترتاح لان مني كيبدو يكبرو أصلا كيبدو يديرون جيوه ومنين الأسبوع الثالث حاولوا انكم تردعو لي جوجه مرات علاش؟ يعني مره في الصباح ومره في العشية علاش؟ هاد السؤال الإجابة دياله هو ان تايا إلا مشيتو كتو عطيتوها للذكر يعني مباشرة من بعد الولادة يعني كيه اللي كيدير هالطريقة وكيه اللي كيخلي واحد خمسيين باش كترتاح الأم إلا درتو الطريقة ديالي أناية أنك نعطيها مباشرة من بعد مية تسويع كنعطيها للذكر يعني كتولد تقدر تولد على ولاده هما معاها يعني بقي ما تفتموش لأن الفيطان كيكون على شهر أنا اسمو هشنو كندير كنخلي كنخلي الــــــــــــردعاء أنا لي لو قلنتحكى فيها يعني كم قلت نجيب انا الأم وكنجيبها عند الصغار بما تردعوه صافي ولا ردعو تاني الأم للمكان دياله سمو كي يوقع كنولي أناي اللي كنتحكى في الرضاءة تايله هي بغت تولد ماشي مشكلة نخليها تولد على خاطرة ولكن ماشي نخلي مع الصغار دياله هي غادي تولد في واحد اللقطة اللي نكون أنا محاضرش والصغار ديالها يعني يراها في عمر شهر راك يكونوا تبارك الله بدوي يبانوا ذاك السعيلة اللي لقاوا قدامهم الخلفات كونوا متأكدين ما ذاك الخلفات ما غاديش يصدقوا لي أنه إما غادي جرحوهم إما غادي تلعفق منهم مهم وغادي يوقع واحد الاقتضاد ما ممكنش أنه في عمر شهر نتا مخليه كتقول لي وصافي را اليوم غادي تولد اليوم غادي تولد اليوم تولد 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 في 30 يوم تولد في 29 و 31 نتا هم ما معارفينش بدبت لوقيت اللي غادي تولد فيها لذا سمو غادي نديرو غادي تقاو نوريكم الطريقة يعني باش ما تكرفصوش تل أمثى خاسكم تديروا واحد طريقة اللي شدة ديالها أولا نخصوك تدبروا واحد صندوق أو كرتونة أو اللي كان يكون عندكم تشدوا الصغار أنا غادي نوريكم الطريقة غادي نديرها يعني ببراتيك يعني تطبيقية لأن شحال مني كومنتير قالوا لي خصوك تبقى تورينا ذك شي بالتطبيق ماشي غادي يعني مواضيع بالهضرة بغا شحال واحد قال لك لا ورينا التطبيق أنا أرى الإشارة ديالكم الطريقة هي كالتالي تتابعوا معي الطريقة إن شاء الله أقول بسم الله إذن الطريقة هي كالتالي أول حاجة حطون نتوها بوحدها أنتم كما تشوفوا الصغار دياله أنا دلتم في الصندوق هذا حاومة ولكن نتوها مشي تشوفوها مباشرة وتخلعوها حطوها فواحد المكان بحال هكا خليوها اللمسوا عليها واحد شوية باش هي كترتاح يعني مني كتحطوها مع ولادها كتكون بحييتوها ملكاش كتكون بحالي خايفة أنتم ما تبالك الله إذن تلمسوا عليها واحد شوية أكا بحاول تحطوها راسها في الأرض باش تتعافر تحطوها راسف أب هكا والمسوا عليها واحد شوية حتى تحسون بها رسائت هكا ثم نحزها ونحط طمع الصغار ديالها ولكن شوفوا الطريقة أنكم إلا هي خافت منهم ولا قديرون جوا منك واربعوا فيها منهم ثم في وقع تقدروا يتعرض شي واحد فيهم ثم الطريقة هي أنكم قدي تشدوا بودنين بحال هكا تشدوا تقمشوا عليها الحال هكا يعني قدي تتحزوها هكا وتخليوها تردع وفي نفس الوقت الراس ديالها مينزج عند الصغار ديالها لأنها تقدر تقاديهم ولكن في نفس الوقت هذا غي احتياط تشدها غي احتياط ونشي غادي تجبدوا ولكن غي حطوا يديكم حلقة ونكمشوا هكا إذا طريقة هي كالتاح بسم الله هاتوما 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 هاتونا لدي مثلاً واحد عشرة وهي عندي ثمانية ديال الحلامات سوف نرى شئ واحد بحال يتوازنه ما بينه هنا وهنا بحال إذا كان عشرة تديره خمسة هنا وخمسة هنا لأن الصندوق سيكون صغير صندوقي مما كان هاي ده برام خلي الصغار ديال يردعو وشوفوا غادي تبقى يردعو يردعو في اللخ مني غادي يسالي وانتم بحال دب هنا كين جوش شوفوا هنا اكتضار بحالته عندي منز واحد لأنه واحد ما غادي شي يلقى بلاستو غادي بقوا من ضاربي هاوا هاوا هوا رام مزيان لأنها راكاين اللي داز من هنا داز من هنا ومسج جيهة الخورة هانتم مضي برام كيرادعو عادي هنتم شوفوا هادا اهوا شوفوا هادور جوا من هاد جيهة ومشوت جيهة الخورة شوفوا هاوا مره مره هزوا هاكة وخليو وف نفس الوقت هاد جيهة الرأس يلا يكون مرتفن شو مسكينها هي دباك كيفش فارقها رجليا باش عاطيهم يردعوا شو سمحالة صافي مني تشوفوا باللي راه هي قابلة انها تردعهم حاولوا انكم لمسو عليها شوية كي كتقوات لمسو عليها هكا صار هي كتتصرخى وكتخلي الناس الصغار ديالها يردعوا وديما بحاولوا انكم توازنوا ما بين هنا و هنا انا هزيت هادا وحطيت الهاتجي شوف هادا اهو ملقاش هاتجيها هاتجيها ما بغاش بغاش طلع اللي عندهم انا نحاول نهزة شوية هاتجيها ما بغا يبقوا يدخلوا تحت منها ويردعوا وما يسمح الله راه عاطيهم هاي يرا فارقها جليا كي كتشوف فارقها جليا هكا عرف راه انها قابلة انها يردعوا منها هاتجيها ما شوفوا صبح الله هادا 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 طريقة هدي انهم كيردعوا ببساطة هاتجيها كيقلب على الحلامة ملقاش نحاولوا انه ننزلوا شوية هاوا غد يدخل قديقلب هاو القها ها انتوما وبني غادي يكملوا راهوما غادي يحيدوا من حدمهم وغادي يمشيوا غادي يمشيوا واحد البلاسة وغادي يقلسوا صافي هنايا كنتعمد انني خليهم واحد شوية معمهم باش كي يخضووا واحد شوية دي الحنان كما الام كتبغي الصغار ديالها فاني الانسان حتى هادا 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 با كتحاول انها تلامس الصغار ديالها ها انتوما دباء راه ما زال ما ما والاشارة نمنين فقت كان حسب تقريبا شحال يلو وقت باش كي يشبعوا ما بين خمسات دقايق حتى إلى السبعات دقايق خمسات دقايق سبعات دقايق صافي كي يشبعوا كتبولي الكريشةديالهم هاكا عامرة أنتم غير اراقبوا هاتم العدد كين هنا بظاف نقدر نز واحد مثلا ونديه هنا هكا ونحل عليهم كي يدخل يربع هاتم هكا 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 واحد نهارا يعني اعطيتهم لأن اعطيته شوية دية تيفاف يعني دار لها شوية دية لحليب هاتم هكا تربعوا هات الصندوق مشي من اللاب ما يكون هات الصندوق انا هذه رغيتها بالدنوير اني فصلتها وخليتها على هذا الطريق تقدروا تديروا صندوق عادي او كرتونة انا دي مكانها ضلع للمتاح اي حاجة عندكم متاحة خدموا بها وخا غي كرتونة انها غي تكون ضيقة هكا باش يتجمع الصغر ديلا ميت ناتروش هكوهاك انا هذي خدمك اللي مزيلا انتم ما لاحظوا انه تقريبا دا بدأت سوى ثلاثة دقيق ماني غادي يشبعوا غادي يمشي وحدها لان دفراء وقيتها ديال العشية باللاب ودماغ سنين رضعهم فالوقيتها مولي فكار رضعهم هادو جوجو مرات ولكن غي باش نديلكم الفيديو حاولت انني ندير ثلاثة مرات لبتال العشية عوثاني ان شاء الله ونعطيهم بردو عوثاني هانتم ما تبعوش والتباوك الله هانتم ما هادي يه الطريقة اللي غادي تستفدوا منها انكم إيه لمشتوا انتو ما عطيتوا الام للصغار غادي تستفدوا لآخر انهار هادي يه الحلقة ديال اللي باغي نهدرلكم عليها الانهار يعني مشي تخليوا هي لي تبقى ترداء لانه هي لمشت حتى عولت علاه هي لي غا تبقى ترداء تقدرت تسمح فيهم تقدرت تردعهم غير مرة تقدر لي انها هي دبرة تباك الله راها حاملة انتم ما شوفوا كرشها راها منفوخة راها نيحاسب لها راها حاملة يعني ما حيلتها تردعهم ما حيلتها للمشاكل ديال الولادة ديال انتم شو سبحان الله كتطيهم الحانان شو سبحان الله البراكات تحك حك معه هكا ابني كتشوفوها كتقدرلو هكا بحالي كتعطيهم الحانان سبحان الله هذه الطريقة لها حصريا انا ما عمري مشتش في فيديو دار هاد لقطة هادي اسمو هي انه حناية اللي نتحكموا في الرضاعة ديال الصغار يعني ماشي نخليوا الصغار معها في الكاش مرة تردعهم مرة ما تردعهم لا ديالك ساع الفيطام احنا غن تحكموا في الجودة ديال الانتاج ديالن انتم ما تبارك الله انتم ما شوفوا الكرش ديال هادا يرا صافي را دبا لاحظوا انه انه كينين اللي شبعوا ورجعوا اللور هانتون دبا كنتو خليتوها غيب بوحدة مع الصغار دياله ما غاديش يشبعوا بها الطريق هالي غادي غيطلع فوق منهم شوية غادي بدوية تخوشوية صافي غادي كتنفرهم وكتحيد They were to bring to your body وكتحيدوا انهم حياتا يقضوا صفيتها وفوق منهم دبا لا دبا كي غاديش باع انتم ماها ما غاديش باعوا دبا كي غاديش باعوا تاكيكملوا على خاطرهم وكتنع سمعهم واحد شوية كتكتحك معاهم هكا وهاكا ثم ديما لمسوا لها بها الطريقة وحاولوا تنزلونها راصدها أكا ولمسوا عليها بواحد اللطف وغادي تلاحظوا أنها بدأتك بتعامل معاكم سمحوا لي كأنها شوية لبل كنتمنى أن الصوت يكون واصلكم بطريقة جيدة كنتمنى أن يكملوا أنتما شو سبحالله اللي كيكمل أنتما شوفوا هنا شو هذا الطبيون أو أكمل صافير دبراجا وشوفوا عوثيني هادا كيجيو كيبقى دبس درام شبعه كونوا متأكدين أن هالطريقة أرى غادي تفيدكم بزاف لأن غادي تتبقى الحليب اللي الفيطام غادي قد تحكموا فيهم لآخر يوم يعني من تتولد هي عادك الساعة كتولي صافي تقطعوا لي هادا ديال شهر إلى شهر صافي خصو يولي يأكل صافي بععدو عليها ولكن كي تكون قبل من شهر خصو تبارك الله إلى وزنتو خصو يعطي واحد الميزان فانتو ما كتشوفو تبارك الله كون خليتو غيب وحدو أنه يبقى يردع من أمو ففي الشهر غادي توزنوه ما غاديش تلقاو نفس النتيجة ديال أنكم تردعوهم تردعو الصغار أنتو ما أنتو ما تبارك الله اللهم زيد و مبارك دعوا معنا أن هاد الصغار يكبروا أنتو منك تقلبوا الكج ديالهم كتلقاهم أنهم شبعوا أما منك تخليهم غيب وحدهم في الكاج مع الأم ديالهم شو سبح الله لبارك ياخدوا الحانان شو سمو كيدير كيبقوا يتحكوا حكم مع أمهم هكا دبا دا رمشي نوم هاد الشي رمشي نوم نعزين هكا كيلامسوا شو سباك الله سمو كيدير شو شو سبح الله شو شو دبا كتحك راسها مع الصغار ديالها وكتعطيهم الحانان هاد هذا إنعنيçon هذه الحانان التي لها الصغير سيكون أسلا أقوم تسلمني ب causa يتفطم على أمه وصافي تقول غدا لا نعطيها الحليب من عند أمه خاصة هي تكون ساعة ولدت ومنين تكون ولدت صافي تقولي التغذية دي الخلفة الجاية ولكن شحال مواحد هدا هو الأخطاء اللي كيكونوا إلا مشيتي ما درتيش هاد طريقة هذه الطريقة مجربة أنا جربتها مع شحال من الخلفة إلا ما درتوه هاش تقولي هاد الصغار هادو كي داعو قبل من الوقت كتفطمهم هي كتفقات نفرهم كتفقات جريع لهم لأنك يبقوا يديرون جيوها في الكاج هذه الحلقة دي لنا شوفوا سبحالله هانتما شبعوا هانتما شبعوا وراهم كي يأخذوا شوي دي الحنان نخليهم هاكا مجردون هاكا كي يأجبني هاكا وكل شي الطريقة من هاد اللي بقت وكتلمسوا عليها بحال هاكا هي يدك السعاك تتهدم ومنين تهزوها وتبغيت تعطيوها للصغار دياله ماشي مباشرة إنك تكون هي متوترة وحيتها من الكاج هي تحسب بيلي راكم شيتي تقعدت أديها إذا أريد أن تزاوجها إذا أريد أن تزاوجها لا تشدها وتعطيها للذكر مباشرة لا ديما هذه الطريقة ماشي من هنا تسيروا لها الراسة تنزلوا لها الراسة وتلمسوا عليها بها الطريقة كيف حال ما أحد يقول لك لا رأني كان خاف من القنية لا تعضني سبحان الله كانت قبل أن تولد رأني كانت شريسة كانت شريسة كانت متوترة سبحان الله هاي دبا غي تعاملت معها بوحد اللطف وقيت كانت تعامل معها سبحان الله أنتو ما دبا تردع أولادها رأى قريبا دبا هادو عندهم ثلاثة سيمانات وشي يومين يعني مبقاش بالساف رأى قريبا دبا تولد كي غادي تولد؟ غادي نفطم الصغار وإن شاء الله غادي نوزنهم وغادي ندي لكم فيديو شحال بالضبط أنني قدرت نشد الإنتاج ديالي يعني شحال ديال الميزان قدرت نخرج منه لأن كل شيء تربية الآن متعلقة بالفيطام شحال في هذه اللقاية هذه ما كتصرفش علي مهومة كتصرف عليها على الأم كتصرف علي الأم سمو كدير كتعطيها سيكالي كتعطيها مشي كتعطيها بزاف يعني واحد ميتين قرام وحنا نقوله ميتين قرام المهم أنك خرر شي فيطام بلا ما تصرف عليه عاد غادي تولي عندك واحد شهر آخر كتصرف عليهم كتعطيهم شوية ديال السيكالي مكدا لك سعغية سمين باش تبيع بالكيلو أما الفيطام انت بقي ما صرفت عليه تشي حاجة غادي كما هو هاكا انت بقي ما صرف عليه والغي الحليب ديال الأم إذا الحلقة ديالنا راسلات أنتم وسمح الله راها ناشطة مع وليداتها الحلقة ديالنا راسلات قناة جميلة غادي بالدعم ديالكم الحمد لله كنشكركم بزاف على التعاريق طيبة ديالكم وخان الناس ينقضونا في شي يعني الفيديويات قال لك اللاخ ستديرنا شي حاجة براسيك وتطبيقية أنا أنا حاول أنه مبقاش نديلكم فيديويات غي كمعلومة ولكن غادي نحاول نديلكم أي حاجة درسها في في الكارج ديالي غادي نحاول أنني نبرورها ونديرها لكم كفيديو تطبيقي إن شاء الله تابعونا تكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله دعمونا بزر جام وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله